مشاهدة بردام جسر المجرب برحب بحضراتكم مرة تانية بنتكلم على زراعات بتحتاج لنوعية مياه تكون جيدة وفي نفس الوقت هي إذا ما تمش تطبيق المعاملات الزراعية الجيدة والتسميد المعتدل بيبقى فيه نوع من الإصراف في التسميد وفي الري وفي الآخر المرضود من الانتاج بيبقى ضعيف جدا أنا موجود معاكم النهاردة هنشوف الموز وهنشوف مدى الانتاج اللي وصل له بعد استخدام معالج المياه المغلاطيسي المشاكل اللي كانت موجودة فيه خطوة بخطوة في البداية طبعاً رحب بحضراتكم واشكورك على هذه الدعوة الله يخليك يا بيش الله اسمك ايه؟ عطية راتب العطار ومركز بدر ومحافظة البحيرة احنا فيين دولاتب في مركز بدر؟ احنا في منطقة النعناعي النعناعي الأرض هنا نمعية السلام الأرض هنا نسبة الملوحة في المياه وفي التربة التربة ما فيهاش نسبة ملوحة التربة رملية اه تربة رملية بتصرف يعني عادي لكن هو الملوحة بتبه في المي في المي اه حسب العمق بتاع المي انت البيرة عندك عمق قدية؟ البيرة عندي متين واربعة متين واربعة حاولت اتعمق بقى لشان تبيد عن المي الملحة والله هي الماكة على مية وثلاثة وتمانين متر وانا نزلت اكتر من مية تلاثة وتمانين متر للميتين واربعة فطبعا اللي ما طلعت تلتمية وثلاثة اول ما اشتغلت اه في البداية كانت درجة الملوحة تلتمية تلتمية وثلاثة بعد ما اشتغلت هنداجي جلبير في شهر اتنين في شهر تسعة اللي فات دي وصلت لخمسمية اه في شهر اللي هو من شهر ستة دهوت يعني قبل شهر ستة وصلت تمنمية واربعية تسعة اللي هو السنة اللي فاتت 2018 انما شهر ستة 2019 وصلت تمنمية واربعية وصلت تمنمية واربعية لما وصلت تمنمية واربعية انا ايه طبعا انا حاجة من الاتنين يا امي ندوك جبير هيكلفني بتاع مية خمسين الف يا امتا انا نصرف في موضوع الملوحة دي انا لجيت الاعلام بتاعكم على الايه على قناة مصر الزراعية وروح اتصلت بحضرتكم دكتور محمد حجازي خدت الرقم انا من على التلفزيون وضربت عليه ورد عليه الرجل على طول مرأة المحترمه ومية مية يعني اتصلت عليه وقال لي احنا موجودين في اي وقت واحنا تحت امرك والجهاز موجود يعني انت الخطوة الاولى شفت الجهاز فابتدت التواصل مع الشرك عشان تركبه انا عايز اسأل برضو فيه يعني الفلاح عنده خبرة في التعامل مع الارض ففيه خطوات اخرى زي مثلا ان انت بتضيف معدلات اكتر من التسميد بتزود مضادات للوحة فدي ما حاولتش تجرب الحلول دي قبل ما تشتري الجهاز؟ لا اما هو فيه حاجات بالنسبة الديناميك وحاجات تانية كده بتتحط في الارض علشان يعني ايه تزبط الارض التعادل بتاعها البيئتش بتاعها حشان ايه صرف التسميد والكيماء ويستفيد الموت فطبع لقيته كده برضاك ومش الكلام يعني مش هي ايه مش هيجدي معي هو انضف هاي لقيته وحايا من الاتنين يا ده الجبير يا الجهاز ركبت الجهاز في شهر كام؟ انا ركبت الجهاز يوم اتناشر ستة اتناشر ستة الفين وتمانتاشر ولا تسعتاشر يعني اتناشر ستة الفين وتسعتاشر يعني انت بتتكلم في ثلاث شهور في ثلاث شهور بعد العيد على طول بأسبوع الصغير اه فطبع لما ركبت الجهاز لما كانت انا قدت بجيس المألومي اللي بتاعت البير جاب لها بحوالي اربعة شهر كالتمنمية واربعية يعني ما معنى كلام ان هي ممكن في جاب لها باربعة شهر كالتمنمية واربعين ديوم بوصلت ايه تسعمية في خلال الايه ليس على المعدل الزيادة اللي انت بتشوفه اه فطبع اصرفت وديبت لايه الجهاز الجهاز طبعا جزتي بعد منه لقيتها كام ستمية تمام يعني احنا بنتكلم فيه بعيدا بقى عن القياس المحصول او الزرع نفسه تغير الزرع زهر على الشغل في الثلاث شهور في الثلاث شهور اللي هما موجودين في مساعة مراكبت الجهاز والزرع زهرت ايه بقى الفرق يعني احكي لك يا فلاح انتك لازم بتيجي تشوف الشجرة بتاعتك اللون اللون ما كانش كده اللون بتاع ذلك ان بدأ اصفر فانا انا حسيت باعباط ان الزراع ممكن تروح مني اه بل حضرتك فطبع انا قلت لا يا ربنا رادانا عطول بموضوع الجهاز بعد ما ركبت الجهاز عطول في خلال خمستاشر يوم او عشرة يام ظهر المنظر بتاع الموز رد اللي ايه اللي حالته الطبيعية قاعد فطبعا دي حاجة كويسة مش روحش ومش مكلف المساحة عندك ايه؟ المساحة عندي سبع فادين موز سبع فادين موز سبع فادين موز وخمسة محاصيل اخرى يعني وانت مراكب الجهاز بيروي الاثناشر فدان اه المحاصيل الاخر زي ايه؟ زي الفصولة والبطاطس والدرة والكوسة والخيار والحاجات دي النتيجة كويسة برضو فيهم؟ اه بالنسبة له النتيجة كويسة هو طبعا بالنسبة للمحاصيل ما كانش فيه اه في التوكيد اه في الارض اللي هي الخمس فادين هناك اتبايرة كتخلصت في الفصولية اه اما هي كويسة بالنسبة لأي زراعة تاني وبعدين ما ركبتوش كده يعني هباءا ميصورا كده لان فيه ناس تانية ايه؟ مراكباء قبل مني وشكروا فيه بالنسبة للفراولة وبالنسبة للمزبر سألتها يعني سألتها مراكبتوش كده وخلاص فيه ناس اتصلت عليهم جال اركب احنا كانت الزراعة بتاعتنا فيه بوزان خالص بالنسبة للفراولة وبالنسبة للموز فاحنا زراعتنا اتعدلت وبجت مياه مياه كان الاول لما المزارع يسقي ويلائل برضو المياه يعني مفيش مردود منها على الزراعة يبتدي يزود مواعيد الراي ويزود الكميات انت دلوقتي الراي عندك اخبروا ايه بقى؟ الراي عند انا بالنسبة لك كده مياه انا كنت منزود بالنسبة المسافة المسافة بتاعت الراي عشان ينتر الملوحة بتاعت المياه بعيدة عن الجيد كل ما تروي كل ما ينتر الملوحة واخد بلا حضرتك في ايه في الاماكن الاخرى يعني في الجناب بتاعت الخط لكن مثلا انا دلوقتي تروي عادي لان هي الارض كده كده الملوحة اتحولت لتسميد عضو منين من الجهاز يعني انا كده وفرت في المعدلات التسميد اللي انا بضيفها وفرت في كمية المياه ودي مهمة جدا لان كل نقطة مياه عندنا خصوصا في الاراضي الرملية دي لها قيمة وبتصرف طاقة علشان تشغل مكانة البير نفسها ده بالاضافة ان انا رجعت المحصول بتاعي مرة اخرى في حيوية ودايما انا بشوف فعلا النمواتج اللي هي في القدمية هي اللي بيبان عليها اول ما بتبتدي والسقار اخبارها ايه معاك حلوة حلوة بسم الله ما شاء الله عليها كويسة بالتوفيق يا حاج شكرك